أجرى وزير المالية أحمد كوجو جولة جديدة من حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أكد الوزير أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحلين والدولين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري في إطار سعيد دولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنفسية ومحفزة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وأكد أيضا وزير المالية أن نتائج الأداء المالية خلال الربع الأول تعد جيدة جدا وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار واستطوقعات بتحسن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة